بسم الله الرحمن الرحيم ونستثمرها ونعطيهم من ربحها لكي لا تنفذ وعندما يكبر هذا الطفل نعطيه المال مع الربح لذلك لم يقل تعالى وارزقوهم منها بل قال ولا تؤت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وكسوهم إذن العطاء هنا متعدد ومستمر حتى يكبر اليتيم أي أن العطاء يكون من أرباح المال وعندما أمر بإعطاء بعض المال من التركة ليس هناك أرباح قال وإذا حضر القسمة أولو القرب واليتام والمساكين فارزقوهم منه فالعطاء هنا يكون من المال نفسه لأنه عطاء مرة واحدة فالآية الأولى يناسبها وارزقوهم فيها لأنها تتحدث عن السفهاء أي الأطفال الصغار الذين ليس لديهم إدراك أو عقل بينما الآية الثانية قال تبارك وتعالى فارزقوهم منه لأنها تناسب التركة أو الميراث لأنه يوزع مرة واحدة انظروا إلى دقة هذه الكلمات على مستوى الحرف بين حرف الجر في أو من معلالهم أن الكلمة ذاتها ارزقوهم ولكن عندما قال فيها يعني وارزقوهم فيها ماذا يعني؟ يعني أن تعطيه من المال ومن أرباح المال لأن هناك سفيه لا يستطيع أن تسلمه المال دفعة واحدة لأنه سيبددهم فأنت تحافظ على هذا المال وترزقهم فيها أي من المال ومن أرباح المال ومن عائدات هذا المال إلى آخرين بينما عندما يكون لديك يتامى بالغين وتريد أن توزع لهم هذا الميراث توزعه مرة واحدة ليس هناك أرباح لذلك قال تعالى فارزقوهم منه أي جزء من هذا المال تعطيه لهذا اليتيم الجزء الثاني لهذه اليتيمة كل حسب نصيبه من الميراث والله أيها الأحبة هذه الدقة ترد على كل ملحد يدعي أنه استطاع أن يأتي بمثل هذا القرآن انظروا على مستوى حرف الجر كم هناك دقة فكيف بنا إذا تأملنا كلمات القرآن كله لا نملك أيها الأحبة إلا أن نقول الحمد لله على نعمة القرآن